بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنبدأ شابتر جديد بيتكلم عن Simple stresses والمين طابق اللي هنتكلم عليها أول حاجة How to distinguish between loads and stresses زي نحن نميز ما بين الأحمال والإجهادات تاني حاجة Types of Loading أنواع التحميل والنقطة الثالثة Stresses in Machine Parts أو الإجهادات في أجزاء الماكينات أول شيء أنا أتكلم عنه Loads and stresses وده طبعا مشكلة بنقع فيها بشكل كبير جدا إن إحنا مش بنقدر نفرق ما بين اللود والاسترس طيب نعرف أولا اللود is an external force in most cases may be internal as in force arises from thermal expansion ممكن إن يكون عندي اللود هو حمل خارجي أو مؤثر خارجي بالطبع ممكن في بعض الأحيان يكون internal أو داخلي زي مثلا ما يكون فيه عندي thermal expansion لو عندي جزء مثلا محصور ما بين حاجزين بالشكل ده كده ومع ارتفاع درجة الحرارة بيحصل تمدد في كلا الاتجاهين فبالتالي بيحصل reaction هنا وreaction هنا فكان الجزء ده كما لو كان بينضغط بالشكل ده فده forces بس نشأة من الانترنل يبقى اللود هنا مؤثر well stress is an internal effect الناتج عن الحمل يبقى pain سواء إذا كان pain أو الفتيج بنسميه as a result of applying load يبقى الحمل مؤثر خارجي أو داخلي stress ناتج عن وجود هذا الحمل وبنسميه الألم أو pain نضرب مثال على كده لو فرضنا أن شخص مثلا بيضغط على كتف شخص آخر ده اللي احنا بنسميه load أو الحمل وهنا الألم اللي شعر به هذا الشخص هو ده اللي احنا بنسميه stress يبقى الحمل مؤثر خارجي stress ناتج أو عن تأثير الحمل داخلي عندنا أنواع التحميل نوعين رئيسيين في عندي static loading وفي عندي dynamic loading static loading بالطبع بيبقى مصحوب بالسكون أو الزيادة التدريجية في الحمل والdynamic loading بيبقى طبعا مصحوب بالحركة أنواع التحميل مثلا نضرب لها أمثلة static loading زي وزن الشخص ده على chair أو الكورسي ده بنقول عليه حمل ساكن أو static load dynamic load دايما بيبقى مصحوب بحركة وأخطرها اللي هو impact load اللي هو بينتج نتيجة التصادم ودايما بيبقى مصحوب بالحركة نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر